بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 27 شباط 2024 صوت مجلس الوزراء على إطلاق حملة شعبية رسمية لإرسال المساعدات الغذائية إلى شعب فلسطين وخصوصا مادة الطحين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الموافقة على أخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتخصيص وتمويل كلف تجهيز منتوج زيت الغاز إلى فلسطين المجحز وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم 23640 على أن تحدد وزارة النفط المبلغ لاحقا قرار صوت مجلس الوزراء على تكليف كل من أوسم ماجد غانم المحمداوي وثائر الغانمي وحمد محمود محمد الدوخي وآلان عبدالله عبدالرحمن رشيد وسناء سعيد هادي كرومي أعضاء في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقية ويوصي مجلس النواب بتعيينهم أصالة ويستثني المرشح عبدالحميد عبدالكاظم جبار الطائم من التكليف لتجاوز السن القانونية للخدمة قرار الموافقة على مشروع قانون أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والملاحظات التي عرضت من أعضاء مجلس الوزراء قلال الجلسة قرار بناء على ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية المادة اثنيا المحور الثاني باء وافق مجلس الوزراء على ما يأتي واحد تعتمد التخصيصات المالية للسنتين 2024-2025 لحسابي الاستثمار والاعتمان لمشروعات الاتفاقية العراقية الصينية اثنيا يكون أطلاق تمويل المشروعات المذكورة آنفا من وزارة المالية وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من لجنة الأمر الديواني 23995 لسنة 2023 وبطلب من الجهة المنفذة وللجنة إعادة المبالغ الممولة الفائضة لحساب الاستثمار ومن أجل النهوض بواقع المطارات وتطوير وتأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات فيها جرت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة النقل المؤرخ في 27 شباط 2024 فيما يخص أعمال الصيانة والتأهيل استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 24 ألف وأربع لسنة 2024 بشأن استثناء دخول مواد لمشروع التكسير بالعامل المساعد أفسيسي في مصف البصرة بحسب الآتي استثناء إدخال المواد الكيميائية من إصدار إجازة الاستيراد وأخراجها من القمارك حال وصولها إلى الموانئ ومعدات الاتصالات في داخل موقع شركة مصاف الجنوم مشروع التكسير بالعامل المساعد أفسيسي في مصف البصرة من الموافقات اللازمة على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقاً وذلك لضمان سرعة تقدم العمل في المشروع المذكور آنفاً وتقليل الخسائر الناجمة جراء التأخير بسبب تلك الإجراءات قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 24 ألف وخمسة لسنة 2024 بشأن مذكرة تفاهم للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق من خلال شبكة توزيع الكهرباء الوطنية بحسب الآتي الموافقة على تخويل وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق مع شركة جنرال أليكتريك مع توجيه وزارة الكهرباء لتوقيع مذكرة مشابهة لإنشاء المحطات المتعلقة بالغاز المحروق قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 24 ألف وتسعة لسنة 2024 بحسب الآتي الموافقة على التسوية النهائية الرضائية بين وزارة النفط شركة نفط البصرة وشركة بيتروفاك بتخفيض مبلغ مشروع إنشاء محطة المعالجة المركزية الثانية CPF2 في حقل مجنون النفطي المنعقد في 16.023 والنزول إلى 27.500.000 دولار بدلاً من 30.000.000 دولار قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد لسنة 2024 بشأن تعديل سعر منتجات مصف القيارة زيت الغاز الثقيل والخليط والإسفلت بحسب الآتي واحد يكون سعر منتوج زيت الغاز الثقيل 300 دينار للتر للسعر الرسمي و350 دينار للتر للسعر التجاري ثنياً يكون سعر منتوج الخليط 250 دينار للتر للسعر الرسمي و300 دينار للتر للسعر التجاري ثلاثة يكون سعر منتوج الاسفلت اس مية وخمسة وعشرين ميتين وخمسين الف دينار للطن للسعر الرسمي وثلاثمائة الف دينار للطن للسعر التجاري أربعة يكون سعر منتوج الاسفلت أربعين إلى خمسين ثلاثمائة الف دينار للطن للسعر الرسمي وثلاثمائة وخمسين الف دينار للسعر التجاري خمسة تشمل الجهات الحكومية كافة والمعامل المجازة من التنمية الصناعية الحاصلة على موافقة وزارة النفط في الفقرات واحد واثنين وثلاثة وأربعة المذكورة آنفا على أن تراجع الأسعار بعد ستة أشهر عمل بدءا من تأريخ إصدار هذا القرار قرار واحد الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول كيغالي لعام 2016 التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987 الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 الذي أعده مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور اثنيا يثبت تحفظ جمهورية العراق بأن الانضمام إلى الأبروتوكول المذكور آنفا لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافا بإسرائيل أو الدخول بأي علاقة معها استنادا إلى أحكام المادة 21 ثانيا من قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار الموافقة على ما يأتيه واحد زيادة الكلفة لمكون إكمال الأعمال المتبقية لمستشفى الإمامين الجوادين خمسين سريرا في التاجي بمقدار 624 مليون و23190 دينارا لتصبح 29 مليار و454 مليون و806 ألف و470 دينارا ثنيا زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مستشفى الإمامين الجوادين خمسين سريرا في التاجي تسليم مفتاح بغداد بمقدار 624 مليون دينار لتصبح 42 مليار و427 مليون دينار بعد التقريب وبمقدار زيادة 1.5% بعد التقريب على الكلفة الكلية المعدلة وبمقدار زيادة 67.31% على الكلفة الكلية المقرة البالغ مقدارها 25 مليار و358 مليون دينار ثلاثة زيادة الكلفة الكلية لمكون إكمال الأعمال المتبقية لمستشفى 40 سريرا في الدجيل بمقدار 3 مليار 117 مليون 931 ألف و225 دينارا لتصبح 18 مليار 378 مليون 115 ألف و250 دينارا أربعة زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مستشفى 40 سريرا في الدجيل تسليم مفتاح صلاح الدين بمقدار 3 مليار 117 مليون 931 ألف و225 دينار لتصبح 29 مليار 761 مليون دينار بعد التقريب بدلا من 26 مليار و643 مليون 104 ألف و125 دينارا وبمقدار زيادة 11.70% على الكلفة الكلية المعدلة وبمقدار زيادة 39.35% على الكلفة الكلية المقرة البالغ مقدارها 21 مليار و357 مليون دينار خمسة تتحمل وزارة الصحة دقة البيانات والمعلومات وصحتها المقدمة إلى وزارة التخطيط كما تتحمل وزارة الصحة والجهات المعدة والمدققة لجداول الكميات المسؤولة عن الأسعار والمواصفات المثبتة في جداول الكميات قرار الموافقة على ما يأتي واحد زيادة نسبة الاحتياط لمكون تأهيل شوارع في منطقة حي النصر الثانية في محافظة المثنى بمقدار 14.79% لتصبح 24.79% بدلا من 10% اثنين زيادة الكلفة الكلية للمشروع بمقدار 1.167.632.500 دينار لتصبح 30.824.166.660 دينار بدلا من 29.656.534.164 دينار بمقدار زيادة 3.93% قرار الموافقة على ما يأتي واحد زيادة نسبة الاحتياط للمكون إنشاء مستشفى الحوراء للولادة والأطفال في الشطرة بمقدار 9.59% لتصبح 96.95% بدلا من 87.38% اثنين زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس بناء وتجهيز مستشفيات ومراكز طبية في الناصرية الشطرة سوق الشيوخ بمقدار 2.29.200.000 دينار لتصبح 45.833.058.275 دينار ونسبة زيادة 4.6% على الكلفة الكلية المعدلة ونسبة زيادة 61.8% على الكلفة المقرة قرار الموافقة على ما يأتي واحد زيادة مقدار الاحتياط للمشروع بمقدار 39.9% لتصبح بمقدار 47.9% بدلا من 10% اثنيا زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مجمعات ماء مع إنشاء خطوط ناقلة وتجهيز غواطس وأجهزة تعقيم في الشطرة بمقدار 334.537.150 دينار لتصبح بمقدار 2.234.537.150 دينار بدلا من 1.900.000.000 دينار ثلاثة تأكيد توخي محافظة ذيقار الدقة في إعداد الكشوفات ضمن الضوابط رقم 8 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014 وبخلافه تتحمل المحافظة المذكورة آنفاً التبعات القانونية كافة قرار الموافقة على ما يأتي زيادة مقدار الاحتياط لمشروع تنفيذ مجاري راوة بمبلغ مقداره 57.432.152 دينار بمعدل 12.87% لتصبح 26.87% بدلا من 14% وفي ضمن الكلفة الكلية للمشروع الموافقة على ما يأتي 1. زيادة الكلفة الكلية لمكون التعداد العام للسكان والمساكن ليصبح بمقدار 400 مليار دينار بدلا من 120 مليار دينار 2. زيادة الكلفة الكلية لمشروع المسوحات الإحصائية لتصبح 410 مليار وستين مليون وثمانمية وستة ألف دينار بدلا عن 130 مليار وستين مليون وثمانمية وستة ألف دينار وبنسبة زيادة على الكلفة الكلية المعدلة للمشروع 215.284 بالمية بعد التقريب وبنسبة زيادة 3.975.825 بالمية بعد التقريب على الكلفة المقرى للمشروع وأن الزيادة خارج صلاحية وزير التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد ثلاثة تتحمل هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية دقة البيانات والمعلومات وصحتها المقدمة إلى وزارة التخطيط كما تتحمل لجان الإعداد والتدقيق المؤلف في الهيئة المذكورة آنفا مسؤولية الأسعار والمواصفات المثبتة في الدراسة المقدمة إلى وزارة التخطيط قرار الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 22 شباط 2024 بشأن موضوع مداخل العاصمة بغداد وكالآتي 1. زيادة نسب الاحتياط لمكونات مداخل العاصمة بابل الموصل كركوك ضمن مشروع تأهيل وتطوير مداخل العاصمة ضمن حدود أمانة بغداد المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام 2023 وكما مبين أدناه أليف زيادة نسبة الاحتياط لمكون مدخل بغداد بابل لتصبح 93.688% بدلا من 19% والكلفة الكلية للمكون لتصبح 248 مليار وستة واربعين مليون وتسعمية وستة وثمانين ألف وتسعمية وخمسة وخمسين دينارا بدلا من ستة وعشرين مليار وثلاثمية وتسعة واربعين مليون ومية وستة وعشرين ألف وخمسمية وثمانين دينارا بابل زيادة نسبة الاحتياط لمكون مدخل بغداد كركوك لتصبح 282.45% بدلا من 10% وزيادة الكلفة الكلية للمشروع لتصبح 71 مليار واربعمية واثمانية وثمانية مليون وستمية وسبعة وتسعين ألف وثمانمية واربعة وثلاثين دينارا بدلا من 19 مليار وسبعمية وستة مليون وسبعمية وثمانية وثلاثين ألف وخمسمية وخمسة واربعين دينارا جيم زيادة نسبة الاحتياط لمكون مدخل بغداد موصل لتصبح 240.71% بدلا من 10% وزيادة الكلفة الكلية للمكون لتصبح 48.219.420.570 دينارا بدلا من 14 مليار وستمية وخمسة وثلاثين مليون وميتين وواحد وخمسين ألف وستمية وخمسين دينارا اثنيا زيادة الكلفة الكلية للمشروع بمقدار 144.660.693.506 دينارا لتصبح ميتين وتسعة عشر مليار وخمسمية وسبعة مليون وسبعمية وثمنتعش ألف وستمية وواحد وثلاثين دينارا وبنسبة زيادة مية وثلاثة وتسعين فاصلة ستة بالمية على الكلفة المقرة للمشروع ثلاثة تثبيت مخالفة بحق أمانة بغداد نتيجة إحالة المكونات الثلاث أعلى بأعلى من الكلفة الكلية التخمينية ضمن عشر بالمية دون مفاتحة وزارة التخطيط لاستحصال الموافقة على تعديل كلفة المشروع أربعة تتحمل أمانة بغداد صحة ودقة المعلومات الواردة ومسؤولية الأسعار والمواصفات وصحة الإجراءات وسلامة التنفيذ قرار واحد تتولى وزارة العدل دائرة التسجيل العقاري إفراز الأراضي الزراعية المشيدة عليها المشاريع الصناعية القائمة والحاصل على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار بسندات عقارية منفصلة بغض النظر عن مساحاتها إثنياً إلزام وزارتي المالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والجهات مالكة الأرض باستيفاء بدلات الإيجار للمشاريع الصناعية كافة المقامة قبل وبعد نفاذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 على وفق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم 244 الصادر بتاريخ 9-6-2011 والمؤكد عليه بموجب قرار المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 518 ثلاثة إلزام وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الزراعة بتنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2020 وتتولى حيئة المستشارين في مجلس الوزراء متابعة ذلك وتقديم تقاريرها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بالجهات غير المنفذة للقرار أربعة إلزام وزارة النفط بإلغاء قرار إيقاف تجهيز المشاريع الصناعية بالوقود وفرض شحر صيانة على هذه المشاريع والالتزام بعدم قطع الحصة الوقودية عنها خمسة تتولى الهيئة العامة للقمارك تصفير الرسوم الجمروقية للمواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية التي تحدد بموجب كشف مفصل بنوعيات المواد تعدها المديرية العامة للتنمية الصناعية وفقا للقطاعات الصناعية المختلفة ستة تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إنشاء نافذة ألكترونية موحدة خاصة بإكمال إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية بهدف تبسيط الإجراءات واختصار مدة منح إجازات إكمال التأسيس وبمدة أقصاها شهرين من تأريقه أعلى على أن تمنح إجازة إكمال التأسيس للطلبات الواردة عبر النافذة والمستوفية لجميع المتطلبات خلال مدة أقصاها 15 يوما سبعة إلزام وزارة المالية بإصدار براء الذم واحدة سنويا للمكلفين أفرادا أو شركات من أصحاب المشاريع الصناعية ولكل مشروع صناعي بشكل منفصل معنون إلى دوائر الدولة كافة وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة باعتمادها خلال السنة المالية التي تغطي نافذيتها وعدم المطالبة ببراء الذم معنون إلى دائرة محددة ثمانية إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة جميع المعامل غير المرخصة رسميا والمتداولة في السوق المحلية ومصادرتها وأخذوا الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المحال الذين يتداولونها وأصحاب المعامل المنتج لها وفقا لأحكام القانون تسعة إلزام وزارة الكهرباء بما يأتي أليف استفاء أجور تجهيز الكهرباء في المشاريع الصناعية المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار وبموجب التعرف الصناعية وليس التجارية ومعالجة جميع حالات المخالفة الحالية باء أخذوا الإجراءات اللازمة لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية خلال مدة أقصاها سنة واحدة وتجهيز الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن ثمان ساعات يوميا عشرة إلزام الوزارات كافة والجهاد غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتنفيذ المادة 30 ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وتخطيت جميع احتياجاتها الذاتية ومتطلبات تنفيذ المشاريع بأسلوب المناقصات من المنتجات المحلية وعلى الجهات الرقابية متابعة ذلك التوجيهات توجيه وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد بإيقاف العمل بجميع التعاميم والضوابط الصادرة سابقا الخاصة بتقييد نقل مخلفات الحديد السكرام والسماح بنقل هذه المواد بدون أي قيود بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة والإقليم شكرا